هم باجا اتكلم على لعيب فعال واقول انه اللعيد ده وصل..لمرحلة انا هو اهم لعيب في فرقته وخصوانا لو هو بيلعب في فرقة كبيرة ادور دايما على الحلول من لعيب اللي عنده الحلول من اللعيب اللي هو مش في افضل حالته دايما عنده حلول حلول بكرسات حلول باختراقات حلول بسرعة قادر اشد الزمالك هو النقطة الفاصيلة في فرقة الزمالك كلها فرقة الزمالك انا هرده قدمة مباراة كبيرة مباراة كتير بيقدموا مباراة كبيرة بعندي أكتر من إجمال ناصر مهر عبدالله السعيد أكتر من لعب ممكن أقولي أن أنا عندي لعيد بيعملي فارق زيزو في حتة تانية خالص النهاردة بتكلم على أن زيزو في مباراة سيراميكا والحد الدقيقة 80 والمباراة هاتوهد سيراميكا ضايع كتير الشوت الأول الزمالك إجمالا ضايع كتير جدا لكن في النهاية لما أجي أتكلم أن راجل قادر بيصنع باليمين قادر يصنع بالشمال قادر يسجل كرة بمنطقة البساطة بيعمل كروس بيقول له مصطفى شلبي بيقول له أي حد موجود في المكان ده جيب جول بيقول لك إنزل محمد جبال هاتوه أي حد أي حد موجود يحطها جول دي واحدة شوف اللي بعدية الراجل في الكرة اللي بعدية على طول الأسست اللي هيعمله لنداي عامل واحدة قبليه لما نجي نتكلم عن داي لو كم معنا وقت نتكلم عن داي لأنا عايزك أخد دقتين أتكلم عن داي علشان هوت ظلم كتير جدا في الزمانيك الفترة اللي فاتت خلاص إحنا جبنا الكروس هاتلي الكرة اللي بعدها على طول وبص على الكروس الكريم ده من هو بيبص هم يجي يعمل الكروس على شيء بص الكريم هنا قافل 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 حطها إمتى حطها بعد ما رفع الدماغه وشاف إن فيه العيب ناحية تانية قطع حط الكروس جول في المرتين 80% من الجول مش الرقصية ولا قطعت مصطفى شلبي وهنا مش قطعت بص نداي بص بص الرجل هنا وهو بيعدي هو كان ممكن زي أي العيب تياني بيعملها كريم عدى كرة جاعة مش على رجله القوية يروح واقف ويحطها برجل اليمين أو يحطها وخلاص تخبط في المدافع شبه السيست أشرف بيشارع مرهول وضد الأهل وزيزه كان هو باية في بداية المباراة أمام الأهل فأنت بتتكلم هنا على إنه زيزه يا كريم هو الأكثر إسهمة في الأهداف لزمالك هو العيب الوحيد اللي واقف على رجله في معظم المباريات هو اللي قادر يليد معظم الوقت سيقفل بالتهديف أو بالصناعة فلا من نسبة لي هو بالنسبة للزمالكوية كلهم دلوقتي بالنسبة لمنتخبنا بالنسبة للكرة المصرية عموما لا سوبر سوبر لعيب من اللعب الأولياء أو اللي قد روح علىها في الكرة المصرية سوبر